هناك فرق بين مقرئ وقارئ الفرق هو؟ المقرئ المعلم الذي يعلم القارئ الذي يقرأ المقرئ دوره يعني أنت نقول لك مقرئ أما القارئ أمثال ماذا الشيخ فتاعة طروطي يعتبر قارئ ومقرئ لأنه بيعلم أيضا الشيخ معمود شحات قارئ الشيخ طان نوماني قارئ الشيخ محمد يحي الشرقاوي الشيخ عبد النواز الحرك الجيل الموجود دلوقتي الشيخ محمد الخولي كل هؤلاء الجيل يعتبر قراء أما المقرئ الذي يعلم القارئ المتقن دلوقتي أو الشعبية كتير يعني على رأسهم مثلا الشيخ فتاعة طروطي ما شاء الله عليه على مستوى العالم الشيخ محمد يحي الشرقاوي الشيخ محمد بسيوني ده الأستاذ بتاعهم أنا كموفوض أقوله الأول الشيخ محمد بسيوني الشيخ أبناص حرك الشيخ فيجي للشباب نتكلم عن أئمة الحرم مثلا ألا أسلوب أئمة الحرم ده بيقرؤوا بالأسلوب السريع لأن دبت الصلاة فقط ترتيل 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 ترتيل